زيارة عسكرية بنكهة سياسية هي الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولة له في المنطقة تشمل أربعة دول توصيف ينطبق أكثر على المضمون اليمني لنقاشات الوزير ماتس مع المسؤولين السعوديين والتي كان قد استبقها بتصريحات على متن الطائرة التي أقلته إلى الرياض أكد فيها ضرورة وضع حد لسقوط أبرياء في اليمن لابد من وضع حد لسقوط ضحايا أبرياء في اليمن ولذلك سنعمل مع شركائنا وحلفائنا لعادة الملف إلى طاولة الحوار الأممية تود الإدارة الأمريكية إذن أن تعيد الملف اليمني إلى طاولة الحوار الأممية بغية التوصل إلى حل سريع جهد يبدو أن الخارجية الأمريكية شرعت في الإعداد له عبر لقاءات تجريها مع المسؤولين في الحكومة كان أهمها اللقاء الذي أجرأه نائب مساعد زير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تيموثي ليندر كينغ مع الرئيس عبد الرب منصر هادي بحضور السفير ماتيو تولار من بين تصريحات عدة للمسؤولين الأمريكيين بهذا الخصوص لا يبدو أن الإدارة الأمريكية مصرة على الوصفة الخطيرة التي حاول وزير الخارجية السابق فرضها على الحكومة الشرعية بشكل خاص الحضور البارز للدور الإيراني في سياق الأزمة والحرب في اليمن بات محط اهتمام مشترك بين اليمن وواشنطن أكثر من أي وقت مضى على نحو يقلل إلى حد كبير من مخاطر زلاق جهود إحلال السلام المرتقبة إلى فخ التمكين العسكري والسياسي للإنقلابين الحوتيين في جسم الدولة اليمنية كما كان قد جاء في مضمون خطة الحل الأممية التي رفضتها الحكومة بين السلام والحرب تراوح الأزمة اليمنية بانتظار الحسم الذي هو استحقاق تفرضه أولوية الحفاظ على الأمن الإقليمي والسلام المستدام في اليمن وشبه الجزيرة العربية اشتركوا في القناة